مرحبا دكتور مرحبا دكتور مرحبا دكتور مرحبا دكتور أهلا بيك شكرا للاستضافة وشكرا لتخصيص جزء من وقتك حتى نتحدث عن أزمة كورونا ونحاول وقدر الإمكان نتعلم بعض من المصطلحات اللي ممكن نقدر نستخدمه بحياتنا اليومية مثلا كلمة باكسين مثلا كلمة فيروس مثلا كلمة إميونيتي تحفنة بيها دكتور زياد طارق هذا اليوم دكتور بالبداية نطينا نبذة مختصرة عنك أو نبذة مختصرة عنك منينكملت ماجستير أو دكتورة بمجالة تنخصصك وإضافة لهذا شون ممكن تتحول بالنقاش إلى أهمية اللقاح لأن هذا محور الحديث مالتنا بالنسبة لهذا اليوم مساء الخيرات أستاذ وليد وشكرا جزيلا على اهتمامك بموضوع وباء كورونا وتخصيصك جزء من وقتك وصفحتك لهذا الموضوع شيء عظيم جدا أنه نشوف الناس اللي من خارج الاختصاص يحاولون قدر الإمكان أنه يوظفون الأدوات اللي يعدهم أدوات التعليم اللي يعدهم منصاتهم ووقتهم وحتى يحاولون يقيدون صياغة دروسهم مثل ما حضرتك تسوي في سبيل تخدم قضية جدا مهمة قضية عالمية ألا وهي وباء كورونا أنا اسمي زياد طارق حاليا باحث في جامعة شانسي للعلوم قسم علوم النباتات قسم النباتات الصيدلانية نعم في مرحلة ما بعد الدكتوراه حصلت على الماجستير والدكتوراه الأولى الماجستير بالوراثة والدكتوراه الأولى من الصين نعم بالفيزياء الحيوية التصميم الأدوية والدكتوراه الثانية بهندسة البروتينات من الصين أنا زميل الأكاديمية الصينية للعلوم اللي تملك مختبره هان ويعني بالصدع في أني قضيت سبع سنوات في مدينة وغان ويعني كان موضوع السارس الأول لأن عائلة كورونا كبيرة يعني وهذا ثالث مشكلة تسببها هذه العائلة لكن هي الأكبر موضوع السارس والبانديميكس اللي صارت بصين كنا على احتكاك معا لأنه كانت السلالات المتغيرة أو المتغيرات اللي صارت على أول سلالة ترصد في بعض المدن الصينية نعم هذا موضوع أيضا يعني لازم نفهمه أنه الدول الآسيوية طبيعة مناخها وطبيعة سلوكياتها وعاداتها الحياتية تشجع دائما على ظهور مثل هذه الأوبئة وكان أكو تعاون كبير ما بين الولايات المتحدة والصين لغرض محاصرة هذه الأوبئة تقريبا عشر الأوبئة محددة منها ونظمة الصحة العالمية كانت السارسة أحداها لكن للأسف فشلت جهود والعلماء الصينيين والأميركان في مدينة أوهان يحاولوا بقدر الإمكان أنه يحدد دون مشكلة راح تجي من سنة ٢٠١١١ و١١١ أعترف نشر بحوث في دوريات لكن للأسف ما حصلوا الاهتمام الكافي وهذا أيضا يعني واحدة من مشاكلنا إحنا نتبع بعض الأمور بالتكنولوجيا مثل الاتصالات والحاسبات والسيارات لكن ما مهتمين لموضوع الأوبئة الصين علمتني الكثير بما يخص موضوع الأوبئة رغم كوني باختصاص موازي وهذه واحدة من منافعها أنه أنا في بداية شهر في آخر شهر الواحد ٢٠٢٠٢٠ ورجعت رسالة إلى الحكومة العراقية أنه انتبهوا الوباء قد يكون وصل ولازم يتحوط وهذا كان نتيجة مراجعته للعديد من المواقع الرصدية اللي موجودة في اليابان، في تايوان، في الصين اللي تتبع مسارات العديد من الأوبئة وتحاول تتحذرنا إدها للأسف رسالتي ما وصلت لكن أنا سعيد أنه تعلمنا كثير من هذا الوباء وبدت الناس تفتهم شنو تفتهم أكثر شنو هي الأوبئة وشنو تتحول من وباء محلي لوكو إلى باندرمك إلى مشكلة عالمية وبدأنا نفتهم أكثر موضوع اللقاحات الفاكسينز وإدارة التلقيه بصورة عامة هذه أيضا ثقافة ما نقول جديدة لكن نقول غريبة كون المجتمع العراقي ما عنده هذه الثقافة المجتمع العراقي بغاليمته يحتك مع اللقاحات فقط في بداية حياته ومن المجتمع عند أطفال عذراً على المقاطعة دكتور أحنا بالبداية كانت أكون مناشدات كلش قوية حتى يجيبون اللقاحات نعم سعي نعم سعي نحن صار عزوف على التلقيه فمحور حلقتنا لهذا اليوم هو تفاكسينيات أو لا تفاكسينيات That is the question الاقتباس هو تفاكسينيات أو لا تفاكسينيات That is the question من مسرحية هاملت الوليام شكسبير نعم نحن نحور ناسو ناتفاكسينيات أو ناتفاكسينيات That is the question هل الناس بالعراق لازم يلاقحون شنو نوعية اللقاح اللي لازم يعتمدوا وليش لازم يلاقحون أو لازم ما يلاقحون إليك مطلق الحرية إنه تتحدى شكراً جزيلاً بالبداية To vaccinate or not to vaccinate لا لازم نروح معا vaccinate لازم كنا نلاقحها وبس بالعراق لا بالعالم كله لأنه هذا وباء والسبب ليش لازم نلاقح لأنه الأضرار الاقتصادية والصحية المتحصلة نتيجة الإصابة هي أعلى من سيطرتنا أعلى من قدرتنا أعلى من طاقة مؤسساتنا الصحية طيب أين لقاح كل اللقاحات الموجودة حالياً هي لقاحات فعالة بغض النظر عن الجهات الصحية التي صرحت لها بمعنى لو صرحت الولايات المتحدة لمجموعة من اللقاحات هذا لا يعني أنه بقية اللقاحات غير جيدة إذا ما تم تصريحها في دولها هذا يرجع إلى خاصية المؤسسات أو الهيئات الرقابية الدوائية في تلك الدول صحيح الأمريكية هي الأوسع والأكبر لكن هذا لا يعني أن بقية اللقاحات المتجة هي غير صحية أو غير جيدة العامل المشترك ما بين هذه اللقاحات كلها والتي حدد نجاحها ما فشلها هي التجارب السريرية التجارب السريرية أو الكلينيكل ترايلز اللي سوتها هذه الشركات في سبيل تكسب ثقة المجتمع العلمي التجارب السريرية وهذا المجتمع هو اللي يحدد ما إذا كان هذا اللقاح جيد وآمن أو لا عن طريق متابعة متائج الكلينيكل ترايلز التجارب السريرية وهذا يكون منشور بدوريات يعني مجلات طبية وعلمية نسميها الدوريات رصينة فبالتالي لا فرصة للتلاعب الجيد في هذا الموضوع أنه بسبب وباء كورونا تحقق عندنا أفضل هدف لتحديد فعالية لقاحة وعلاج في يعني في زمن جائحة وهو كثرة الإصابات كثرة الإصابات خلت الشركات مرتاحة وأطتها المرونة أن تجري تجاربها السريرية داخل مجتمعات موضوءة وتوفر لها عدد متطوعين كبير وهذا كان عامل حاسب في أن نحصل على أكثر بعض الشركات حصلت أكثر من خمسين ألف متطوع بالتالي يعني كان ماراثون النتائج كانت هائلة وكلها واعدة فنرجع لي النقطة جميع اللقاحات الحالية الموجودة على الساحة هي فعالة وأي لقاح ممكن تأخذها رح يأمن لك الحلما هذا السؤال راح أسأله بس هذا ما يعني أنه أنا مؤمن بهذا السؤال لكن مرات إحنا أكوف أدعمنا إجتماعية سائدة لازم نعالج إحنا مثلا على هذه اللغة كثير من الناس يقول اتعلم اللكنة البريطانية لأنه اللكنة الملوك وكذا فإحنا يعني يثير حفيظة هذا السؤال نعم ويثير حفيظة هذه النوعية من التصريحات حقيقة من الناس غير التصريحة فأكو سؤال دخلت فيه جدال مع بعض الأشخاص عنه يقولون أنه اللقاح يغير الجينات البشرية بعض الناس يقولون اللقاح صممي اليهود حتى يقبون على المسلم بعض الناس يقول اللقاح يسبب ضعفه الجنسي ويسبب التشوهات الخلقية وحقيقة يعني التصريحات غريبة عجيبة في المجتمع العراقي شنو تعليقك على هاي التصريحات وأني متأكد أنت على احتكاك بها على مدار اليوم أكيد أنا هم مرت مثلك بـ مثل هيشي يعني خلو نقول فرضيات أنا كنت أقدر أتعامل مع الناس اللي بعيدين عن الاختصاص كان يقناعهم أسهل لكن المشكلة من بعض الناس المحسوبين على الاختصاصات هو ليش الدكاترة مدارة أول نقطة هي الدكاترة عندهم مشكلتين أو خلي من نخص فيلد معين خلي نقول صورة عامة الناس اللي ضمن هذا الفيلد دون مشكلة إنه يعني أنا هقول مجهولين غالبية من أنهم مجهولين مدى يتابعون أو مدى يواكبون التطورات اللي صارت خلال الخمس سنوات الأخيرة في هذا العالم يعني في هذا المجال العالمي لا تنسى أنه إحنا من نجي نقول الطب اختصاص يعني إذا نجي نقول على الطب الطب يشمل اختصاصات عديدة يعني من الخطأ نعم نحن من الخطأ أنه إحنا نجي تحت مضلة كلمة طب نتوقع أنه كل العاملين في هذا المجال أو في هذا الاختصاص رح نلقى عندهم الأجوة جميع الأجوة الطبيب يقضي أغلب وقته الميهني والدراسي في تخصص سريري لكن هذه الأمور اللي إلها علاقة بتطوير اللقاحات وتطوير العلاجات وغيرها هي اختصاصات بحثية قد لا من الأطباء يتركوا الاختصاصات السرية سريرية ويتحولون إلى الاختصاصات البحثية لكن أكو عدد لا بأس به من الأطباء اللي مواكب يقرأ الدوريات الطبية يطلع يوصل إلى المعلومات والحقيقة المعلومات اللي جاوب على هذه التساؤلات متوفرة حسنا نرجع للمواطن البسيط المواطن البسيط المواطن البسيط يقول ما الذي يضمنني أن هذا اللقاح ما يسبب لي مشكلة أو ما كان تم التلاعب به مثلاً أو مثل ما قلت أنت يجوز يحتوي على شفرات وراثية ستغيرني ستغيرني وغسر يطلع لي جناح أو سربية عقم أو ما أعرف إيش سمعنا هواية يعني عفلا من الناس البسيطين رئيس البرازيل كان يؤمن أنه اللقاحات هذه ستغيرها حتى يطلع عدل الناس حراشف أو يتحولون إلى سلاحف يعني هذا المصطلح اللي هو أتحدث به نص دقيقة أقدر أقول لك أنت أولاً لازم تفهم الجهاز المناعي مالنا شنو المبدأ مالته مبدأ الجهاز المناعي أنه أي إصابة أي جسم غريب يدخل للجسم مالكنا رح يتعامل ويا الجهاز المناعي خلال وقت معين خلال هذا الموقت تكون بعض أجزاء الجهاز المناعي رح تتعرف عليه وتسجله ونعتبر هذه خلايا بالطبع بالطبع ولكن هذه الخلايا ما بين دخول الجسم الغريب إلى جسمنا وتعرف الجهاز المناعي وتنشيط الجهاز المناعي وتوزيع المهام خلايا من بعض الخلايا تذهب وتقضي عليه والخلايا الثانية تطيع يعاز إلى بقية أجزاء الجسم انتبه ودخل لنا هذا الكائن والخلايا الأخرى التي تسجل جهاز الاستخبارات تسجل معلومات مثل الديتابيس بالضبط هذه هي دورة حياة الجهاز المناعي في حالة الإصابة بس المشكلة أنه بعض الأموم المريضات خلال هذه فترة التنشيط المناعي تسبب أنها أضرار أو ممكن أنها تتغلب على جهازنا المناعي هذا طبعاً شيء متفاوت من إنسان إلى إنسان فصلاً إذا كانت عندك مرض مزمن عندك إصابة صارت بنفس الوقت مع هذا الممرض ممرض باثوجين صارت مع هذا الممرض عندك مثلاً مشاكل ثانية كبير بالسن تتعاطى أدوية لها علاقة بالمناع لا نحصل أدنى كارثة فإجدتي إجاء اللقاحات وقال إحنا ليش ما نعرف الجهاز المناعي على أجزاء من هذا الباثوجين من هذا الممرض ونسوي الخطوة الخطوات كلها يعني كونترولد مسيطرة عليها ننطيل جهاز المناعي أي فريابل موجود يسيطرون عليه عغلب الفريابل الموجودة يسيطرون عليه بالضبط فبالتالي إحنا رح نوفر التحفيز والتنشيط وخلق خلايا الذاكرة هذه الخلايا رح تكون مستعدة إذا ما إجي الباثوجين الحقيقي مو اللي صنعنا عليه اللقاح الجهاز المناعي رح يكون مستعدة مباشرة يقضي عليه طيب هس هذه العملية على أساسها نحن ما نقدر ندخل الباثوجين نفسه لازم ندخل أجزاء من عنده أو نقتله بمعنى أنه نقضي على عامل الضراوة الـ اللي أدى فمن التأسسة يعني نحن نظره بمثال على لقاح شائع الكل ما أخذي والكل دي شوفه بعينهم شو الأولادهم يأخذوا اللي هو لقاح شلل الأطفال نعم لقاح شلل الأطفال يعني من اللقاحات اللي مرت بنفس مشاكل حاليا كوفيد أول ما نزل طبعا كانت هذا مشكلة يسبب هلاكات كبيرة ويسبب مشاكل الأطفال في تلك الفترة أول لقاح نزل فيه الولايات المتحدة كان سنة 1955 سوا العالم سارك جونال سارك هذا كان من نوعية اللقاحات اللي يسموها يعني يأخذون أجزاء من فيروس البوليو شلل الأطفال ويحقنوها للأطفال كانت أيضا حقا طبعا هذا هم في البداية سبت صار بيه مشاكل وناصر وفضته وصارت عليه لكن حاليا هو نقدر نقول من أكثر اللقاحات المحتمدة صارت عليه تعديلات سنة 1961 عالم ثاني اسمها عالم ثاني سوى صار قطرات تغير بإجاب نفس الفيروس سوى ويكت يعني ضاعفة قتل المادة المرافية التي تسبب انتشار الفيروس وبالتالي يبقى هيكلة فقط اللي سبب تحويز المناح هسا هذي اللقاحات نسميها اللقاحات الكلاسيكية موجودة لحد هذه اللحظة من شركات تصنعان في شركة سينوفان تتسوي نفس النظام انه اللقاح مؤتمد على فيروس اذا كل اللقاحات ندخل لنا أجزاء غير قادرة على على التضاعف غير قادرة على العمل داخل أجسامنا غير قادرة على تسبب إصابة لكنها قادرة على تحفيز الجهاز المناعي قادرة فقط على تحفيز الجهاز المناعي نعم طيب هسا هذي اللقاحات سواء كانت مادة وراثية اللي هي اللقاحات المودرنة ولقاحات فيزر أو سواء كانت يسموها اللقاحات اللقاحات النواقل الفيروسية مثل سبوتنيك ومثل أسترزينيكا أو اللقاحات الكلاسيكية مثل ما صرفنا عايشة للأطفال مثل سينوفارم الحصيني هذي ممكن تبقى تشتغل جسم هذي راح تشتغل أيام معدودة نعم ينهيها جسم يحطمها يعني هي راح يكون دورها فقط أن تدخل لأيام محدودة محدودة تسبب تحفيز لجهاز المناعي وبعدها تنتهي تظنحها ليش إحنا إجسامنا بها ملظومة دفاعية عالية هذه الملظومة من جهازنا المناعي قادرة حتى على تشخيص ومعالجة الخلايا الخلايانة اللي ممكن أن تتحول إلى خلايا صارغانية حتى هذه يقدر الجسم يعالجها حتى نظام مراقبة الخلايا تنقص من الجسم أكون منظومة أكون مجموعة إنزيمات تعمل على تدقيق الديناي ما نشوف إذا صار أي خلال تنهيئ أو حاجة يعني إحنا في التالي إحنا عدنا منظومة جدا عالية نقدر نقول إحنا عدنا القبة الحديدية المناعية لا إحنا عدنا أفضل من القبة الحديدية أفضل من القبة ليش إحنا جهازنا المناعي جهازنا المناعي جهازنا المناعي أدى القدرة على أنه يسوي تحديث أبغريد للمعلومات اللي عنده يعني أنا أشبه لك جهازنا المناعي شون يشتغل يشتغل مثل ما أنت تسوي سكانين مسح لكل شي يصير داير ميدورك وترفع من مستوى جروزيتك نعم كل شي يدخل لك أنت طبعا إحنا يوميا نتعرض إلى ملايين الباثوجينز الممرضات سواء كانت خمائر أو فطرهيات أو باكتيريا أو فيروسيز ومنحس بيها جهازنا المناعي يأخذها ويحطمها ويسوي عليها خلايا ذاكرة ويستعدلها وإحنا أصلا منحس بيها نعم هذه قدرة جهازنا المناعي لكن نحتاج اللقاحات لأنه هناك بعض الممرضات مثل السارس لها قدرة على أن تتغلب على جهازنا المناعي لأيام معدودة حال أيام المعدودة هي للسبب أنها الـ concerns لازم نحتم بها لأنه إذا تغلبت ستسبب أنها ضرر ولو هي عد فئة معامة لكن لا زالت مؤثر إذن جهازنا المناعي قادر دائما على أنه يسوي تحديث لكن مع ذلك ضروري أنه نعززه باللقاحات لأنه ليس كل الممرضات لها القدرة يعني جهازنا المناعي إلى القدرة على التعامل معها نعم سؤال أخير هل أخذ اللقاح أفضل الإصابة في الفيروس وإكتساب المناع من عدله حتى لو أنصاب الشخص في الفيروس راح تبقى الإصابة عدد طيب طيب قبل ما أجاوبك على هذا السؤال هل الإصابة أفضل أم الإحتياط وأخذ اللقاح إحنا خلي نشوف صارنا إحنا تقريبا 18 شهر من تاريخ تسجيل أول إصابة فعالة بوهان نعم خلال هذه 18 شهر انتشر هذا الوضع بأغلب دول العالم نعم وسببنا أضرار يعني سبب أضرار على مستوى الوفيات يعني دول كانت تسجل مثل بريطانيا يعني كانت تسجل خمسة ألاف أو ستة ألاف وفاة يوميا نعم أكو دول اقتصادها يعني اقتصادياتها انتهت مثل إيطاليا على سبيل المثال أكو دول عانت من إغلاق رغم هي سيطرة بالتباعد الاجتماعي لكن الإغلاق سبب لها أضرار اقتصادية مثل الصين نعم لو كان هذا الممرض من النوع اللي نقدر نستغني عن اللقاحات بيه ونقول فقط الإصابة وخلص نعم شنو اللي يسبب هاي الكوارث لهذه الدولة بغض ليش ما قدرنا نخلي يعني حل نقول عامل زمني إنه وجوز خلال شهرين ثلاثة خمسة إحنا لازلنا 18 شهر ولازلنا دنعاني منه نعم الأسباب هي أولاً هذا الممرض كعائلة أدها القدرة على أن تولد سلالات نتيجة إصابة المجتمعات نعم فبالتالي إحنا دا نشوف تولد السلالات دا يصير نتيجة إصابة مجتمع مجتمعي نصاب نصاب ما متحوط ممكن هذا المجتمع غير متحوط أثناء إصابة دا يولدنا سلالة جديدة يولدها بسرعة وهذا اللي دا اللاحظة إنه بدينا بسلالة وهان كانت سلالة وهان تحتاج 21 إلى 28 20 يوم حتى تشخص بعد انتقلنا إلى السلالات الأوروبية نزلنا إلى 7 إلى 14 يوم بعد انتقلنا إلى السلالة الأفريقية البريطانية اللي صارت أقل وحالياً بالسلالة الهندية اللي هي خمس خمس أيام وممكن خلال خمس أيام توفى المصار إذن اللي صار صار تحور سريع بالسلالة مو زادت خلو نقول صارت قاتلة أكثر هذا مصطرح غلط لا صارت أسرع على الانتشار وأسرع بالارتباط بالرسبترات المستقبلات اللي موجودة على خلاياً معناها صارت أكثر ضراوة تحولت إلى أكثر ضراوة هذا العامل مهم العامل الثاني نسبة الأضرار التي تسببها هذه السلالة أو عائلة كوفيد الأضرار احنا ممكن أكو ناس ويأكو ناس صار بهم وتعالجوا وتشافوا لكن لا زالوا يعانون من أضرار مع بعض كوفيد العديد من عدهم تسببتهم الإصابة بالضرر بالرئة أو بالبنكرياس والعديد من عدهم أو الغالبية نقدر نقول ارتفع عدهم معدل الإصابة بالجلطات يعني هسا إذا تراجع مستشفى مدينة الطد تروح على وحدات المركزة الخاصة لكوفيد أرتفع عدد المتشافين يرجعوا لكم وأدهم جلطات أو قسم ما رجعوا يقول لك العدد جدا عالي إذن هذه حتى أضرار ما بعد التشافي موجودة عند هذه السنة طيب أكو مسألة أخرى أنه الناس اللي ده تنصاب شخصا صاب والتجا إلى العلاج العلاجات مو رخيصة ومو بسيطة مكلفة مكلفة يعني أكو كلفة أكو كوست عالي تروح تسوي الأشعات بالشيء الفلاني تأخذ الرقصات بالشيء الفلاني تشتري أدوية بالشيء الفلاني إضافة إلى أنت هتكون معرض أنه تصيد غيرك الأعراض اللي مروا بيها لا تصدق حقيقة صحيح بنت نوصف كمية الألم اللي مور بيها الشخص المصاب تحديلا وطبعا طريقة متفاوتة سؤال أخير استاذ دكتور دكتور زياد هل الفيروس هو سلاح بيولوجي؟ وشنه النظرية الأخيرة على الطريقة أو السبب اللي انتشر بالفيروس؟ رأيك الشخصي طيب بس أكو نقطة أكمل بيها السؤال الأخير حتى نضمئن إلى أنه اللقاحات هي السبيل الوحيد حتى نخرج من هذه الأزمة لازم نباوه على بريطانيا بريطانيا اللي صار أسبوع مسجلة سفر حتى أمريك حتى أمريك لا بس أنا أحب بريطانيا اللي أشعر بريطانيا أعتمدت على لقاح أستروزينيكا هذا اللقاح صار على لغط إذا وفرت لنا حلقة بالمستقبل ممكن أن نحكي على اللغط اللي صار على أستروزينيكا قدرة بريطانيا تسيطر باللقاح نعم قدرة بريطانيا تسيطر باللقاح انتهت عدها الوفيات رجعت فتحت من جديد وأيضا حتى تسجيل الحالات تقريبا قل إلى مئات بدل آلاف فهذا دليل ملموس وواضح بالأرقام يعني الرياضيات لا تكذب على أنه الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هي باللقاح وليس بانتظار الإصابة نرجع إلى رأيه أولا الأسلحة البيولوجية معروفة وكل الدول ما أخذ هذا الجانب وأكيد ما حد رح يصبح رح لك يعني أمريكا ما رح تقول هي شنو الترسانة اللي أدهى ولا تشتغل علي شنو ولا الصين ولا روسيا ولا لأرقام بالتالي نحن كمختصين نعرف أن هذه الدول أدها من الأنظمة السياسية والأنظمة العسكرية أدها من العنف أدها من الرغبة بالإيذاء ما يخليها تحاول توظف كل شيء في سبيل تخلق السلاح فهذا الشيء ما نختلف ما مستبعد ما مستبعد لكن هل هذه العائلة تم استخدامها أو تجنيدها لصنع سلاح بيولوجي؟ لا لأنه أي متابق لموضوع تطور هذه العائلة من بداية السارس مرورا بالميرس سار عندنا سنة 2001 مرورا بالميرس ميرس الأول 2013 ميرس الثاني 2016 بعدها كوفيد سيعرف أن هناك الكثير من علماء خصوصا بالصين نشروا العديد من البحوث وقالوا يا به هذه السلالات تتطور الخفافيش في إحدى النواقل الموجودة في مقاطعة يونان بالصين نعم نحن نبني بيوت نتحرك باتجاه محمياتها الطبيعية سنحتك بيها ممكن ننصاد يا ناس هذا التسلسور الجيني لهذا الفيروس هذه البشاك الممكن يسويه لكن ما حد استمعه هذه المناشدات أكبر دليل على أنه احنا كنا قدام كارثة لكن أهملناها وهذه المناشدات موجودة يعني أكو محركات بحث واحد من عندهم اسمه الان سي بي آي إذا تروح تسوي سيرج بسيط على هذه البحوث راح تلقيها منشورة منشورة كاملة وكانت تتوقع حصول هذا الشيء هذا يثند نظرية أنه هذا اللقاح أول أفوان هذا الوباء جاينت يجد تصنيع مختبري أو أكوفة أهيومان ميت فيروس لا هذا يثند هذا نجي إلى مو وجهة نظرية بس قلنا نقول المجتمع العلمي المهتم بالأوبئة كله يتوقع أنه هذا اللقاح أو أفوان هذا الوباء تسرب عن طريق خطأ غير مبسوط من إحدى المختبرات يعني ممكن يكون من هذا المختبى مختبر موهن للفيروس طبعا راح فريق من الWHO عمل دراسة لكن للأسف أغلب نتيجة عمليات التعفير نتيجة عمليات الكونترول ما حصلت على المناطق المشكوك بأنه تسرب من عندها الفيروس فقدنا أهم أدلة مهمة لكن ما مثلي نعمل المختبرات السلامة المختبرات المتخصصة بهذا الموضوع يعرفونكم جيدا أن هذه الأخطاء واردة نسبة الضرر اللي ممكن أي عامل نتيجة خطأ بشري بشري يعني مو روبوتس ممكن أنه بتصير ممكن يسبب الضرر ممكن إهمال تتسرب هذه الموضوع فعلى الأكثر يعني وأنا هذا شيء مختنع به أنه هذا الفيروس تسرب عن طريق خطأ من أحدى مختبرات العزل أو مختبرات الدكتور هذا إن شاء الله ملقائنا الأخير للحديث بقية أنا أشكرك وأشكر تخصيصك لهذا الوقت حتى تتحرفنا بهاي المعلومات اللطيفة والجميلة والمثرية حقيقة في مجال فهمنا وإدراكنا لأهمية الفاكسين واللقاحات الخاصة في كوفيد 19 أنا أشكرك نبقى على اتصال إن شاء الله شكرا جزيلا ومثل ما ذكرت في البداية أنه اللقاء الأول دائما يخليك يفتح لك بوابة لنوعية اللقاءات الأخرى اللي راح تستجد بهذا الجانب أكيد باتظر التعليقات شوف المتابعين شنو الاستفسارات اللي عليهم وإن شاء الله يكون مستعدين للقاء آخر مع جنابك الكريم حتى تتحفنا بمعلومات أخرى شكرا جزيلا شكرا أستاذ وليد شكرا على اهتمامك شكرا على تخصيصك صفحتك ووقتك وأتمنى نلتقي بالغاية شكرا جزيلا مع السلامة مع السلامة